أهلا وسهلا بحضراتكم مرة أخرى عزائي المشاهدين خلوني أرحب بدفي في هذه الفقرة النجم الكبير كابتن محمد حشيش هكوم فضيفتنا في الجزء القادم من هذه الحلقة زي كابتن أهلا وسهلا بحضراتك مبروك لفوز الأهل مبارح مبروك لنا كلنا وليلة حلوة دي اليوم الحلو ده يوم جميل ومكاسب بالجملة مبارح الحقيقة أكتر من حتة أهمها هي المكسب 3 نقاط والاستمرار في تصدر البطولة وتوسيع الفارق بينك وبين المنافسين أنا فرحان جدا عشان جمهوري النادي الأهلي اللي تكلمنا عليه من بدري وقلنا جمهور داعم للنادي الأهلي والفريق في كل اللحظات والأوقات وأداء كان متوسط وتعادلات والجمهور بصمم وعنده ثقة في مجلس الإدارة وثقة في اللعيبة وثقة في الجهاز والحقيقة العناصر دي كلها كانت عند المسئولية مبارح مكسب حلو أداء خصويا الشرط التاني طبعا ومكسب كبير طبعا مكسب مكرر يعني تكرر قبل كده كتير إنما في التوقيت دا كنا محتاجين ولو تفتكر إسلام إحنا من حوالي شهر كده تكلمنا على المرحلة دي صحيح أو الشهر التحديد اللي هو بتاع يناير كان مهم جدا جدا في المتشاط المتلاحقة وقلنا إن إحنا هناخد المباراة بمباراة والمكسب مهمة أو المكسب بيجيب مكسب إنك تتصدر وتفضل على القمة دي حاجة كانت مهمة جدا عشان كاس عالم الأندية ما تيجي تكسب كمان في وسط الموضوع برضو ماتش سيمو فاينال كاس مصر وتصعد للنهاي بتكسب بيرامدز بتلاتة أحد المنافسين بتكسب الزمالك تلاتة مبارح يعني أداء ونتيجة